اشتركوا في القناة 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 النادي الاهلي بيبقوا متواجدين بشكل كبير جدا في هذا الملعب حبا طبعا في النادي الاهلي وما بالكم بقى كمان لما يكون لعب محبوب زي حسام غالي موجود اعتزاله هناك لكن طبعا كل التوفيق لحسام غالي خلينا لكم احنا هنتكلم شو عن حسام غالي ثم ان شاء الله معايا فقرة تانية مهمة جدا مع واحد من نجوم مصر واحد من نجوم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي وهنزر وستكو الألماني كابتن ياسر ردوان المدير الفني لفريق منتخب السويسر حالي واحد من ابناء النادي الاهلي وايضا كان مدرب عام في فريق النادي الاهلي في وقت ملاوات مع كابتن عبدالعزيز عبدالشافي المدير الرياضي حاليا لكن خلينا لكم قائمة النادي الاهلي اللي اختاركت حسام البدري ان شاء الله لمواجهة آيكس الأمستدام الهولندي محمد الشناوي والشريف إكرامي وعلي لطفي سعد سمير محمد نجيب أحمد فتحي محمد هاني باسم علي صبر رحيل علي معلول حسام عشور حسام غالي وليد سليمان أحمد حمودي ميدو جابر باكا ومحمد شريف وصلاح محسن ومروان محسن وأحمد حمدي أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار عمرو السلية إسلام محارب وكريم ندفل طبعا في بعض اللعبين هكونوا عندهم امتحانات زي أكرم توفيق موجود عنده امتحان إن شاء محمد وأيمن أشرف إن شاء الله دول هحصلوا بعثة فريق النادي الأهلي غدا إن شاء الله الخميس يعني كل التوفيق لكل اللعبين اللي رايحين لهذا اللقاء اللي من خلال هذا اللقاء النادي الأهلي هيتوجه لكامبالا هيلعب كامبالا لأوغندا هيلعب فريق كامبالا سيتي يوم 15 وتركيز كبير من خلال تواجد بعثة فريق النادي الأهلي في الإمارات على المباراة القادمة تعرفين حضراتكم إن الجولة التانية بتبقى مهمة جدا خصوصاً إن المباراة دي بقى خارج أرضك لحقاقة النتيجة الإيجابية أعتقد إنه يبقى شيء مهم جداً خصوصاً بعد تعادولك مع فريق الترجي هنا في ساد الجيش ببرج العرب مهم جداً إنك تعمل نتيجة إيجابية ويمكن هي ضغطة موجودة على فريق النادي الأهلي لكن إحنا عارفين إحنا أدهه قدود فريق رجالة فريق عارف هو جمهوره عامل إزاي جمهوره مستنيه جمهوره محتاج إنه يكسب محتاج إنه يشوف التلات نقاط محتاج يشوف نتيجة إيجابية عشان ما نبعدش عن المنافسة في هذه البطولة اللي إحنا يعني السنة دي حاطين أمل كبير جداً إحنا إن شاء الله نطوج بها للمرة التاسعة ده اللي إحنا نتمنى ولكن طبعاً زي ما أقول لكم مجموعة اللعيبة اللي هتسافر يوم الخميس بكرة أيمن أشرف حشان محمد وأكرم توفيق إن شاء الله النهاردة البعثة هتتجه الساعة 12 للإمارات ومنها طبعاً هتوقت شوية في دبي ثم التوجه إلى مدينة العين للعب هذا اللقاء إن شاء الله هتزيل كابتا حسام غالي أيضاً زي ما أقول لكم كابتا حسام البدري من خلال تواجده في الإمارات هيبقى شغله الشغل اللي هي مباراة كامبالا سواء بقى عن طريق الفيديو سواء عن طريق التدريبات حتى المباراة نفسها للحسام غالي هتكون فيها بعض الأمور الخاصة من اشتراك لعبين من شكل تكتيكي شكل فني لاستعداد لمباراة كامبالا الأغندي ده يمكن هيكون من خلال هذا اللقاء واستعداد فريقنا لهذا اللقاء القوي إن شاء الله يوم 15 هذا الشهر شيف إكرامي وعلي لطفي بيزودوا شوية مع كابتن طارق سيمان من خلال تدريبات إضافية وده وضع طبيعي سواء بقى جزء بدني أو جزء فني مع كابتن طارق سيمان مدرب حراس المرمى اللي بيقوم بدور مهم جدا في الفترة السابقة وتجهيز علي لطفي والشناوي والشيف إكرامي يعني عندنا مجموعة حراس مميزين جدا كان قبلهم معهم طبعا أحمد عادل يمكن برضو واحد من الحراس المميزين هني أقول لكم أيضا عمر السلية كان بيشتكي من بعض الألام في رجله يعني كان فيه جلسة تأهلية ليه الحمد لله عمر السلية يرجع بالسلامة كان عنده شد خفيف كده في العضلة الأمامية ربنا يرجعه بالسلامة لواحد من اللعبين المميزين والمهمين جدا لفريقنا في وسط الملعب وتأثير مهم يعني في ظل طبعا أعتزال الكابتان وحسام غالي وحسام عشور يعني فيه إصابة كده بسيطة في رجليه إن شاء الله يرجع بالسلامة سريعا عمر السلية واحد من الركاز الأساسية في وسط الملعب فبالتالي مهم جدا أن احنا نتطمن على سلامته من خلال الفترة القادمة والمباراة القادمة المهمة أيضا أحمد فتحي وولي السليمان بينتزموا فيه تدريب الفريق إن شاء الله وأكيد وإحنا بنتكلم على اثنين لعيبة مميزين أحمد فتحي على فكرة اختير كواحد من اللعبين المنتخب الجولة الماضية في طولة أفريقيا واحد من اللعبين اللي اختيروا من النادي الأهلي هو اللاعب المصري أو الوحيد أو اللاعب الموجود من خلال النادي الأهلي فيه تشكيل الجولة الأولى لبطولة أفريقيا تشكيل المثالي للجولة الأولى لبطولة أفريقيا أبطال الدوري يمكن ده بالنسبة لأحمد فتحي واحد بأيضا من اللعيبة الخبرات أنت بتفتقد دلوقتي واحد من اللعيبة الخبرات زي حسام غالي محتاج بقى كل اللعيبة سوى أحمد فتحي وليد سليمان يعني أشرف إكرامي مش عايزة أنسى حدد كل اللعيبة كل اللعيبة اللي عندهم خبرات بشكل كبير في بطولة أفريقيا واللي عندهم خبرات تراقمية من خلال لعبهم سواء بقى عدد مباريات كبيرة سواء في بطولة أفريقيا أو في الدوري الممتاز مهم جدا أن يبقوا متواجدين في الوقت الحالي ده أمامنا على الشاشة أحمد فتحي واختياره كأفضل باك رايد فيه الجولة الأولى واختياره فيه التشكيل المثالي ليه هذه الجولة طبعا مجموعة من اللعبين في هذه التشكيلة واحد زي كيجيلي كوزهوبلا لعب تاونشيب البوتسواني أيضا أحمد فتحيز شمس الدين الدواوي داودا من التراجي مندلا بالما من سوالزا وسوالزو وفاكسون كامبوبو من زيسكو مجموعة من اللعبات الكثيرة خمات بليات من سانداونز ولمبيون من تاونشيب أيضا وسينكالا من مازمبي وإسماعيل الحداد من فريق الوداد المغربي ومالونجا من مازمبي وحميد حداد لعب الدفاع الحسني الجديد دول مجموعة اللعيبة المتواجدين أمام حضراتكم في التشكيلة المثالية للجولة الأولى هني أقول لكم حسام غالي بس عشان نقدر نتكلم عليه باستفادة واحد من اللعبين اللي أنا يمكن عصرت وهو بيصعد للفريق الأول دي كان لعب مؤدب جدا رقم واحد وهو خلي بالك جميع الناشئين في النادي الأهلي عارفين يعني ايه قيمة النادي الأهلي ومتربين على أسس معينة حتة الأخلاق دي رقم واحد في التربية عندنا في قطاع الناشئين حتى لما نيجي كنا نبص للمدربين في التوقيت ده كابتن عبدالعف شافي كابتن مختار مختار كابتن برامع عبدالصمت كابتن أحمد عبدالباي كابتن شطة مش عايز أنسى أسامي ولكن كلهم كانوا رقم واحد عندهم أن أنت تحط الحتة الأخلاقية رقم واحد حسام غالي طبعا كان واحد من أبناء النادي الأهلي وعنده الجزئية دي احترام الكبير أنك تسمع جزئية الكبير عشان كده هو كان ليه دور مهم جدا في أنه يعني زي ما يقول بنسلم أجيال إحنا جيل بنسلم جيل يعني حسام غالي بيسلم لجيل بعده بيعلمهم يعني دي جزء مهم جدا كان بيقوم به حسام غالي لأنه أتعلم من خلال جيل قبله حاجات معينة قيم ومبادئ وأهداف النادي الأهلي في الحصول على البطلات والغيرة دايما بيستمرها على الفنين للحمرة غيرة على زعل الجمهور أنه دايما عايزينه يبقى مرسوط ده حسام غالي فلما طلع كان فعلا غاية في الأدب عنده مجهود خارق وطاقة كانت موجودة غير طبيعية في إثبات نفسه وده اللي أنا يمكن كنت شفته في مجموعة مباراة بس أتذكر في مباراة مهمة جدا جدا في نهاية أفريقيا 2001 أمام سانداونز حسام غالي كان بيلعب نص ملعب طبعا في التوعيد ده كان جنبه مجموعة من اللعبة طبعا كلهم مميزين يعني في الوقت ده ولكن أما تيجي تبص لكمية الجاري لللاعب ده في هذه المباراة أنا كنت نفسي وأنا في الملعب إحنا طبعا عندنا حتة الإثارة عن النفس فيه جزئية كلنا اللي بناخد البطولة مش فرض واحد فتيجي تبص على حسام غالي صراحة واحد من اللعبة اللي لفته نظري جدا في هذا اللقاء كمية جاري غير طبعية بيغطي على كل اللاعبين سواء بقى ناحية الشمال ناحية اليمين يعني بتلاقيه في كل حتة في الملعب عشان ما يبقاش فيه صغرة في أي حتة في الملعب ممكن فريق سانداونز الفريق الخطير كان في الوقت ده إنه يحرز هدف لأنه طبعا كان هيصعب موقفنا لو تم إحراز هدف في هذا اللقاء لكن حسام غالي واحد من اللعبة اللي فعلا عنده طاقة وعنده يعني عطاء كبير جدا في الملعب وهو ده شغله هو بيحس ان ده شغله ده عمله اللي بيديه لليجي حاجة بيحبها سواء بقى كرة القدم أو للنادي الأهل حبه الأول والأخير زي ما يعني طبعا حسام غالي بيتكلم عليه طبعا حسام انضم ليه فريق النادي الأهل تم تصعيده سنة 2000 ثم استمر لثلاث مواسم ومنه إلى فريق في نورد الهولندي يعني أعتقد تجربة احترافية مميزة أكيد اكتسب فيها خبراته لكن تجربته الحقيقية أو الجزء الحقيقي فيه تجربته الاحترافية كان بداياتا طبعا في الدوري الإنجليزي فريق توتنم الإنجليزي أعتقد فريق عظيم فريق عريق لكن حسام قعد مجموعة من الأوقات من الأوقات طبعا بتكلم في سنتين سنتين مهمين جدا في تاريخه وتعلم أكيد فيها حاجات كتير لأن الدوري الإنجليزي من أقل الدوريات شايفين محمد صلاح ما شاء الله ولكن أما تكون في فريق زي توتنم أعتقد بتعلم حاجات كتير طبعا قصته الشهيرة مع مستر مارتنيون اللي بقى بعد كده مدربه في حين عودته للنادي الأهلي مرة أخرى لكن حسام غالي تدرج ورح كذا مرة لأندية أوروبية ولكن في الأول وفي الآخر حبه الأول وأخير رجع له وقرر أنه من خلال وجوده في المرحلة دي أنه يعتزل في ظل وجوده للنادي الأهلي دائما حسام غالي لاعب من اللاعبين الموازين اللي إن شاء الله أنا هشوفه أنه كادر هيبقى موجود داخل النادي الأهلي بشكل مميز جدا بيتم إعداده يارب كل التوفيق ليه حسام غالي سجل بطولات طبعا لازم نقوله أربع بطولات للدوري الممتاز وبطولتين كاس والتلات بطولات لكأس السوبر واثنين بطولة دوري أفريقيا 2021 واثناثر واحد سوبر أفريقي 2002 وواحد كأس الكون فدرالية 2014 وكأس الأمم الأفريقية 2010 ده تاريخ لكابتن حسام غالي وأهم تاريخ هو لعبه في النادي الأهلي وأعتقد ده شيء مهم جدا لكل لعب بيبقى موجود داخل جدران النادي الأهلي شيء بيبقى فعلا فخر لنا فخر إن أنت تبقى يعني شايف جمهورك الكبير والعريض على مستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربي وأفريقي وكمان لما بتسفر أوروبا بتشوف وضع مختلف إن أنت بيقولك مثلا حسام غالي لعب النادي الأهلي أعتقد ده ده ما بيقول فخر لكل لعب إنه يبقى مونسوب لنادي كبير ونادي عريق زي النادي الأهلي عشان كده من خلال المهرجان اللي اعتزال لحسام غالي نتمنى إن شاء الله إنه يبقى يوم رائع يوم جميل وأيضا من خلال بقى تواجد في الفقرة التانية واحد من نجوم النادي الأهلي هتكلم طبعا معاه في الجزئية دي لأنه واحد برضو من العصره حسام غالي في الظل تواجده في النادي الأهلي عن إمكانيات حسام غالي ووقته هل كان حسام غالي كان يقدر يكمل ولا أهل ولكن طبعا هيكون لقاء ممتع مع كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي ونجم هنزا رستوك الألماني في وقت ملوقات كابتن ياسر ردوان ولكن خلينا أروح لفاصل وأرجع أكمل كلامي مع كابتن ياسر ردوان